السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات مرحبا بكم في دروسين في مادة العلوم للصف الثالث نتوسط معكم الأستاذة وفاربيع نستكمل بإذن الله اليوم مراجعتنا لفصلنا الأول كالعادة ثلاثية التفوق التركيز التحفيز والتلخيص متابعة فيديوهات مناقشة مع المعلم والزملاء إحضار كتاب العلوم ودفتر العلوم أثناء الدروس عن بعد متابعة يومية للدروس عن بعد وحل الواجبات كالعادة لدينا ورقة تدوين ملاحظات اسم موضوع أبرز الأفكار الأساسية في الفيديوهات المعروضة تلخيص بكلماتك أو كلماتك الخاصة خلينا نراجع الثلاثة دروس عندنا العلم قلنا طريقة قلنا سلوب لكي نصل إلى المعرفة من خلال التقصي ماذا والبحث والاستقصاء عن ماذا عن موضوع أو عن أي شيء يكون ماذا يكون حولنا وقلنا العلم طريقنا للوصول لهذه المعلومات هذه المعرفة أو هذه المعلومات هذه المعرفة نستفيد منها نطبقها في حياتنا من خلال إنتاج أجهزة وأدوات إذن التقنية هي تطبيق للعلم في إنتاج أدوات ومنتجات لراحة ماذا لرفاهية وراحة ماذا وراحة البشرية طيب كان العلم نحتاج في العلم بما أنه طريق نستقصي أشياء حولنا أو نتعرف على الأشياء عن حولنا إذن هو نحتاج فيه إلى مهارات هو عبارة عن خطوات خطوات متتابعة نحتاج فيه إلى مهارات مهارتنا ملاحظة مهارتنا تصنيف مقارنة تفسير قياس تنبؤ طبعا هنا أضفت بعض المهارات وليس كلها لكن في كل حصص العلوم أنت تلاحظ أنت ترسم أنت تقارن أنت تصنف أنت تحلل أنت تستنتج أنت تقيم أنت تتنبأ إذن مهارات متعددة في حصص العلوم وهي أساسا نستخدمها كذلك في حياتنا لأن العلم ليس بعيدا عن الحياة قلنا هذا العلم لكي أستقصي عن موضوع معين بطريقة لا بد أستخدمي طريقة خطوات خطوات منظمة لحل هذه المشكلات إذن أنا عندي خطوات منظمة لحل هذه المشكلات وقلنا ليست عندي طريقة واحدة في العلم لكي أصل إلى المعرفة لكن عندي عدة طرق من هذه الطرق عندي بحث وصفي أو بحث ماذا تجريبي بحث الوصفي يكون عندي ظاهرة عندي مشكلة هي جديرة بالبحث لكي أصل إلى معلومات معينة عنها أو إلى معرفة عن طريق ماذا عن طريق البحث ماذا الوصف إذن يجيب عن المشكلة من خلال الملاحظة قلنا يصف هذه المشكلة قلنا أعطينا أمثلة كثيرة وقلنا دراسة أسباب عوامل صعوبات إيجابيات أي أنك هذه جميعها دراسة ملاحظة ووصف باستخدام أدوات وقلنا العلم لا يكتفي بالملاحظة يستخدم أدوات ويستخدم من ضمن هذه الأدوات أحيانا نستخدم نماذج قد تكون جداو الرسومات قد تكون نماذج مادة مادية أو حاسوبية أو حتى نماذج مادة فكرية لما نكتب معادلات معادلات الحركة أو نظرية فيثاغورس أو أي إن كان أو معادلة السرعة هذه هي عبارة عن نموذج لكن نموذج فكري لما تأخذ درس ويطلب منك المعلم عملية ماذا؟ عملية المعلومات أنك تلخصها على شكل نموذج كخريطة خريطة مفاهيمية أو خريطة ذهنية فعملية وضعك لهذه الخريطة هي نموذج فالنموذج قد يكون ملموس أو قد يكون ماذا نموذج ماذا؟ فكري أو حاسوب لدينا البحث التجريبي على العكس تماما البحث التجريبي يصل عنده مشكلة يريد أن يصل إلى حل هذه المشكلة إلى المعرفة عن طريق ماذا؟ عن طريق فرض الفروض وإجراء ماذا؟ التجارب إذن من خلال الفروض يختبر هذه الفروض من خلال ماذا؟ من خلال التجارب وطبعا قلنا الطرائق العلمية نبدأ محدد الهدف والمشكلة نجمع معلومات نصمم نجمع بيانات وتنظيمها نحلل البيانات نستخلص النتائج ونتواصل ننشر هذه المعرفة ننشرها بطرق ماذا؟ متعددة بحث التجريبي نفس الكلام تحديد الهدف المشكلة نجمع معلومات نضع فرضية نصمم تجربة لنختبر هذه الفرضية ونجمع ماذا النتائج إذن أنا باستخدام أدواتي في البحث ملاحظاتي في البحث الوصفي وأيضا باستخدام ماذا تجربتي في البحث ماذا التجريبي أنا أجمع بيانات أنا أجمع بيانات خلاص جمع البيانات ثم بعد ذلك أقوم بعملية التحليل لاستخلاص النتائج والتواصل وعملية ماذا النشر لدينا عدة مفاهيم خاطئة في العلوم خلينا نشوف يكتف العلم في حل مشكلاته على الملاحظة شرايكم بهالكلام العلم ما يكتفي في الملاحظة العلم لا يعترف بلغة إلا بلغة الأرقام لا يكتفي العلم بملاحظة لكن يحتاج إلى أدوات لكي يجمع ماذا؟ بيانات أرقام إذن العلم يحتاج لوجود أدلة ما هو الدليل عندي؟ دليلي هو البيانات من خلال أدوات لجمع البيانات وتحليلها لكي يصل إلى استنتاج للعلم طريقة واحدة فقط لحل المشكلات وتفسير الظواهر ما هو برأيكم؟ عشان نصل إلى المعرفة هل استخدمنا طريقة واحدة؟ ولا عدة طرق؟ لا طبعا عندي عدة طرق ومنها البحث الوصفي والبحث الإجرائي العلم ليس طريقة واحدة هو عدة طرق لا يحتاج العلم لمهارات أنا أصل إلى المعرفة بدون مهارات الملاحظة استخدام الأدوات القياسة التنبو جمع البيانات تحليل أنا ما أحتاج لا طبعا العلم يحتاج لمهارات للقيام بعملية ماذا؟ الاستقصاء والبحث والفحص العلم والتقنية هما نفس الشيء هما مترادفان لا ليس مترادفان ليس هما نفس الشيء العلم معرفة شيء نظري العلم معرفة نظرية متراكمة هذه المعرفة متراكمة لما ذكرنا رصده صنف الكائنات الحية إلى مملكتين مملكة حيوان ومملكة نبات قبل آلاف من السنين ثم بعد ذلك تطورنا واستخدمنا وصنعنا ماذا؟ مجاهر واستطعنا أن نصنفها إلى عدة ماذا؟ مملكات مختلفة فالعلم بنا تراكمة المعرفة تراكمية تبنى فوق بعضها البعض متى أي معرفة عندنا في العلم ممكن نعدلها؟ عندما تأتينا بيانات بحيث هذه البيانات تكون ماذا تؤدي إلى ماذا؟ خلينا نشوف مع بعض طبعا إحنا عندنا في بداية الفصل كان عندنا هذا الجدول التقويمي وكنا نقول نضع ميم إذا وفقنا قبل قراءة قبل القراءة أي قبل أخذ هذا الفصل ميم موافق وغير غير موافق خلينا نجي مع بعض يسترشد العلماء الآن بعد القراءة إحنا كنا حليناه قبل القراءة الآن سوف نقوم بحله بعد القراءة يسترشد العلماء عادة بمعرفتهم السابقة لتوقع نتائج تجاربهم ما هو برأيكم؟ أكيد العالم لما يكون عنده مشكلة ويضع حدف يقوم بقراءة عن هذه المشكلة من ماذا؟ يكون عنده معلومات سابقة فهو أثناء تجربته يتوقع ماذا يمكن أن يحدث يتوقع ماذا يمكن؟ إذن طبعا نحن نوافق على هذه العبارة يفضل معظم العلماء أن تبقى اكتشافاتهم سرية ما هو برأيكم؟ هل يفضل العلماء أن تبقى اكتشافاتهم سرية لهم؟ أم يقوم بالتواصل ونشرها؟ طبعا أنا هنا غير موافق طبعا أحسنتم لابد لا يفضل العلماء إذن أنا غير موافق هناك طريقة واحدة فقط للمنهج العلمي في حل المشكلات عندما تواجهني ظاهرة أو مشكلة عندي طريقة واحدة للعلم لكي أصل إلى المعرفة أو أصل لحلها ما هو برأيكم؟ طبعا أنا وأنتم كذلك غير موافقين على هذه العبارة الملاحظة خلينا نقرأ رقم أربعة هي الطريقة الوحيدة التي تؤدي للاكتشافات العلمية ها ما هو برأيكم؟ هل الملاحظة هي طريقة وحيدة؟ هي التي يعتمد عليها العلم؟ أحسنتم رائعين غير موافق التجربة المخطط لها بصورة جيدة تحوي متغيرا واحدا فقط في كل مرة ما هو برأيكم؟ أي تجربة جيدة عشان أحصل على نتائج دقيقة وموثوقة أضع متغير مستقل واحد وثبت باقي التجارب ثم لما أبغى أدرس المتغير الآخر أثبت باقي المتغيرات وأخذ متغير مستقل أحسنتم رائعين أنتم توافقون؟ نعم موافق يعد العلماء إعادة التجربة ضياعا للوقت ما هو برأيكم؟ هل إعادة التجربة في البحث التجريبي؟ هل هو ضياع للوقت؟ أم هو زيادة في صحة وموثوقية النتائج التي نحصل علينا؟ هل يعد العلماء هي ضياع يكتفون بتجربة واحدة؟ أم يكررونها عشرات المرات؟ طبعا العلماء يكررونها عشرات المرات عند اكتشاف أي لقاح كمثال لقاح الكوليرا هل اكتفين فيه بالتجربة على شخص واحد؟ لا أجرينا التجربة على عدد مهول كذلك في لقاح الكورونا أجرينا التجربة على عداد كبيرة إلى أن ثبت بنسبة تسعة وتسعين مية إنه فحال تم نشره وطرحه الآخرين إذن طبعا أنا غير موافق على هذه العبارة يعد الشخص عالما إذا تخرج فقط من الجامعة هل هذا صحيح؟ علماء في عمرك وعمرها قاموا بأبحاث أيضا غيرت المجرى إذن هذا غير موافق يضمن النظام العالمي للوحدات التواصل الصحيح بين العلماء قلنا لأن العلماء كلهم نظام عالمي للوحدات عالمي يعني متعارف عليه يعني مقارنة النتائج مع بعض وسهولة ماذا؟ طبعا موافق على هذه العبارة إذا لم تدعم التجربة الفرضية فلن يستفيد العلماء منها شيئا أنا فرضيتي تجربتي ماذا عامت الفرضيتي؟ أنا لن أستفيد من هذه الفرضية؟ لا طبعا غير موافق أنا سوف أستفيد منها في تجربة ماذا أخرى وفي متغيرات ماذا أخرى إذن طبعا أنا غير موافق على هذه العبارة طب خلونا نشوف مع بعض تصور الأفكار الرئيسية طبعا صفحة 43 أعد رسم الخريطة المفاهيمية الآتية حول خطوات حل مشكلة ما في دفتر العلوم ثم أكملها حدد المشكلة حدد المشكلة هذه في البداية لتتعلم أكثر عن هذه المشكلة ما الذي تتوفى تقوم به أحسنته اجمع معلومات اجمع معلومات عن ماذا؟ عن المشكلة عن المشكلة لكي تفهمها ولكي لا تكرر لا تبدأ من الصبر تفهمها ولا تكرر عمل قد قام به آخرون فهنا هدر لوقتك وجهتك كيف يمكن أن تحل هذه المشكلة؟ خلينا نشوف كيف يمكن حل أنا عندي طريقتين لحلها إما بحث وصفي أو بحث ماذا؟ تجريبي هنا هذا البحث يدوم ملاحظات وهذا البحث وجري تجارب إذن هذا وصفي بحث وصفي وهذا بحث ماذا؟ أحسنتم تجريبي دوم ملاحظاتك لي أجري تجارب لي لماذا أنا أجري تجارب؟ ولماذا أنا أدوم ملاحظاتي بأدوات؟ ولماذا أستخدم تجربة وأدوم ملاحظات؟ لماذا؟ أحسنتم لجمع ماذا؟ أحسنتم بيانات طيب أنا لما أتكلم عن بيانات البيانات هي المعلومات الخام التي لم تعالج لكن أطلق عليها معلومات عندما أقوم بعملية ماذا معالجتها فهي الآن بيانات ماذا خام أجمع بياناتي ثم حلل بياناتك استخلص ماذا النتائج ثم أقوم بعملية ماذا بعملية النشر لها خلينا نشوف كمان نراجع عندنا الفصل الأول لدينا صفحة 44 استخدم المفردات متغير ثابت متغير مستقل عين ضابطة تقنية المعلومات متغير تابع نموذج بحث وصفي علم بحث تجريبي طرائق العلم الفرضية التقنية العامل الذي خلينا نربط المفردات أعلاها بالتعريف الصحيح لها هذه عندنا مفردات وهذه تعريفة خلينا نشوف مع بعض ونقرأ مع بعض أول واحد العامل الذي يتم قياسه في التجربة عامل نقيسه في التجربة عامل يتأثر بالمتغير المستقل عامل يتأثر بالمتغير بالعامل المتغير ما هو هذا العامل نحن عندنا في تجربتنا يوم سويناها كان عندنا العامل تغير لون الملفوف إذن ماذا يسميه حسنته يسميه عامل ماذا تابع أين نجد العامل التابع أو المتغير التابع هذا هو إذن هو عامل أو متغير تابع الحالة التي يمكن اختبارها حالة عبارة يمكن اختبارها من خلال التجربة ماذا سميناها أحسنتم هي ماذا هي ماذا هي الفرضية إذن هذه هي ماذا هي الفرضية وعادة دائما تكون بين متغيرين مستقل وتابع استخدام المعرفة في عمل منتجات وأدوات استخدم أطبق المعرفة في أعمل منتجات وأدوات ما هي أحسنتم رائعين هي ماذا هي التقنية التقنية هي استخدام المعرفة خلينا شوف رقم أربعة مع بعض العينة التي يتم معاملتها هي عينة مثل المجموعات التجريبية ما عدا متغير لا يطبق عليها إذن عندي عينة عندي مجموعات تجريبية عندي عينة أطبق على جميع العينات التجريبية العامل المتغير اللي هو العامل المستقل لكن هذه العينة لا يطبق عليها العامل المستقل أو المتغير المستقل ماذا أسميها عينة ماذا رائعين هي عينة الضابطة إذن نسميها العينة ماذا الضابطة أحسنتم خطوات تتبع حل مشكلة ما خطوات أحل فيها مشكلة هي ماذا أحسنتم هي الطرائق ماذا العلمية الطرائق العلمية طيب خلينا نشوف المتغير الذي يبقى كما هو أثناء إجراء التجربة عدة مرات كل مرة أنا أجري تجربة أثبت 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 ماذا أسميها أحسنتم هو متغير ماذا هو متغير ثابت لا يتغير العامل الذي يتغير أثناء التجربة عامل أغير في التجربة عشان أحصل على نتائج عامل يتغير هو متغير ماذا مستقل أو متغير متغير مستقل إذن هو المتغير المستقل لدينا خلينا نشوف أيضا كذلك عندنا تثبيت المفاهيم اختر رمز الإجابة الصحيحة لكل من ما يأتي أي الإجراءات التالية ينبغي اتباعها للتحقق من صحة نتائج التجربة أنا عندي تجربة أبغى تحقق من صحة نتائجها هل اختيار فرضيتين؟ هل أجري عدة محاولات؟ هل التحيز في الإجراءات؟ هل تعميم النتائج؟ أنا عندي تجربة أجريتها مرة واحدة أبغى تحقق من صحة النتائج ما الذي سوف أقوم به؟ أحسنتم رائعين هي إجراء عدة تجارب وعدة ماذا؟ وعدة محاولات هي إجراء عدة تجارب وعدة محاولات ما الذي تستند؟ خلينا نقرأ مع بعض تسعة ما الذي تستند إليه في توقع ما يحدث في تجربة ما؟ عادة العلماء عندما يضعون فرضية ويختبرون هذه الفرضية من خلال تجربة يتوقعون إيش النتائجة لرحة؟ هل التوقعهم على ماذا يستندون؟ هل على عينة ضابطة؟ هل على تقنية؟ هل عدد محاولات؟ ولا على معرفة سابقة من خلال معرفتهم وقراءتهم من هذا ممكن يتغير مع هذا؟ ما هو برأيكم؟ أحسنتم رائعين هي معرفة سابقة إذن هو ما وضع هذه الفرضية في إثناء ماذا؟ في التجربة بين متغيرات إلا هو قارع عن هذا الموضوع وعارف إيش ممكن راح يكون إذن اعتمد على معرفة سابقة أي مما يأتي يقلق العلماء أكثر عندما يستخدمون الإنترنت؟ إحنا عادة الإنترنت مواقع كثيرة حقيقة لما تريد أن تحصل على معلومة معينة فقط تكتب هذا المعلومة ويطلع لك مواقع ماذا؟ كثيرة وممكن تترجم هذه الكلمات يعني مواقع كثيرة لكن ما يقلق العلماء ويقلق حتى الشخص الذي يبحث عن معلومة هي ماذا؟ هل هي دقة المعلومات وصحتها؟ توافرها المعلومات جدا متوافرة السرعة الإنترنت سريع اللغة إذن هي دقة المعلومات وصحتها لازم دائما نحرص على أن تكون أحصل على هذا المعرفة عن هذا الموضوع من خلال مواقع بحيث تعطينا معلومات دقيقة وصحيحة استخدام كميات مختلفة من المضادات الحيوية في تجربة على البكتيريا مثال على ماذا؟ نحن في تجربتنا في البكتيريا نمو البكتيريا واستخدام المضاد أخذنا عينة ضابطة ما أثرنا عليها وأخذنا إناءين؟ ثلاث أواني فيهم بكتيريا الإناء ألف وباء وضعنا على الإناء ألف مضاد حيوي واحد وضعنا على الإنابة مضاد حيوي ماذا؟ ثاني إذن هنا استخدام كميات مختلفة من المضادات الحيوية مثال على أي شيء؟ أحسنتم مثال على ماذا؟ متغير ماذا؟ متغير مستقل عامل متغير أو أطلق عليه كمان مستقل عامل مستقل أو عامل ماذا؟ متغير في أي العمليات الآتية تستخدم الحواسيب في العلم؟ نحلل البيانات نعم باستخدام الحواسيب وتطبيقاتها التطبيقات الموجودة في الحواسيب التي هي الأكسل وغيرها من البرامج في عمل النماذج نعم أسوي خريطة أسوي رسوم بيانية أسوي جداول كلها من خلال الحواسيب التواصل مع العلماء والآخرين عن طريق شبكة الماذا؟ الانترنت إذن جميع هذه الأشياء أستخدم فيها الحواسيب صحيح؟ إذن جميع ما ذكر جميع ما ذكر أنا أستخدم فيه الحواسيب استخدام الحاسوب في عمل صورة ثلاثية الأبعاد لبناء معين يعد مثالا على ماذا؟ نحن لما أستخدم الحاسوب عشان أرسم شيء يعتبر ماذا هذا؟ أحسنتم رائعين؟ يعتبر متغير تابع ولا عينة ضابطة ولا فرضية ولا عمل نموذج؟ أحسنتم إذن هو عبارة عن عمل نموذج هو عبارة عن عمل نموذج أي المهارات الآتية يستخدم العلماء عندما يضعون توقع؟ يمكن اختباره توقع أو عبارة ممكن اختبارها عن طريق التجربة ماذا أطلق عليها؟ أحسنتم أطلق عليها ماذا؟ استنتاج؟ لا استنتاج مرحلة أخيرة أخذ قياسات؟ لا عمل نموذج لا إذن ما هي رائعين؟ هي الافتراض أو الفرضية هي الفرضية عبارة عن توقع يمكن ماذا؟ يمكن إيجاده خلينا كمان نكمل مع بعض حل اختيار من متعدد صفحة 44 15 أي مما يأتي ومثل خطوة الأولى للبحث عن حل مشكلة ما لما أبغى حل مشكلة ما؟ عندي مشكلة أي خطوة أولى عندي تحديد الهدف؟ تحديد ماذا؟ المشكلة أحسنتم والحاجة التحديد والقراءة عنها لكي لا أبدأ من الصفة أي مما يأتي الصفة العامل الذي لا يتغير ما هو سمينا العامل الذي لا يتغير؟ رائعين هو عامل ثابت لا يتغير أجرة هدى خلينا نشوف 17 تجربة لتعرف ما إذا كانت السمكة يزداد طولها بشكل أسرع في الماء البارد إذن عندي ماء بارد فكانت تقيس طولها مرة واحدة كل أسبوع وتسجل بياناتها تريد أن تشوف العلاقة بين الطول وبين درجة الحرارة كانت كل أسبوع تقيس وتسجل البيانات كيف يمكن أن تحسن من تجربتها؟ كيف ممكن تحسن؟ بدل تريد أن تشوف العلاقة بين درجة الحرارة وبين الطول بدل ما تقيس ممكن تستخدم ترمومتر لقياس درجة حرارة الماء؟ إذن أفضل لها قياس درجة حرارة الماء؟ قياس درجة حرارة الماء خلينا نكمل مع بعض تفكير ناقد استنتج مع أهمية تسجيل البيانات عند جمعها لماذا نسجل البيانات؟ سواء كنت ببحث وصفي أو بحث تجريبي سواء استخدمت آداتك استبانة أو مقابلة لابد أنك تسجل البيانات أيضا كذلك في تجربتك لابد تسجل هذه البيانات هذه الأرقام لابد تسجلها لماذا؟ أحسنتم نسجلها في دفترة علومة أحسنتم لماذا؟ لعدم ضياعها كمان للاحتفاظ بها عدم ضياعها أيضا كذلك بس أحتفظ فيها وعشان ما أطيع هذا هو السبب لا لكي أنضمها إذن الاحتفاظ بها وعدم ضياعها ثاني شيء عملية تنظيمة في جداول ورسومات بيانية ثالث شيء عملية تحليلها أرى العلاقات وأفككها لكي أصل إلى ماذا؟ لكي أصل إلى الاستنتاج طيب خلينا نشوف نقارن بين تحليل البيانات إذن هذا خلينا نشوف لكي لا ننسى أو نحصل على بيانات غير كامل أو غير ماذا؟ أو غير صحيحة وأيضا لكي يتم عملية ماذا؟ التنظيم والتحليل قارن بين تحليل البيانات واستخلاص النتائج تحليل البيانات مرحلة تسبق استخلاص النتائج تحليل البيانات أنه بعدما أنا في عملية جمعها حطيتها في جداول ونظمتها أبدأ الآن أقوم بعملية رؤيتها بعد عملية تنظيمها رؤيتها إدراك العلاقات إدراك التشابهات لكي أقوم بعملية ماذا؟ الاستنتاج إذن تحليل أراجعها أنظمها لأستطيع ماذا فهمها ثم تستخدم هذه البعلومات لاستنتاج حول ما إذا كنت أدعم نظرياتي أو أدعم فرضياتي أو لا أدعمها ما هي فوائد تجنب التحييز في التجارب؟ لما ما يكون الشخص غير متحييز ما الذي يحصل؟ دقة واقعية في ماذا؟ في البيانات التي نحصل عليها إذن تصبح النتائج أو البيانات أكثر واقعية وأكثر دقة لماذا يجمع العلماء المعلومات المعروفة مسبقا عندما يرغبون في حل مشكلة ما؟ عشان العلماء ما يبدون من نقطة الصفر أول حاجة يفهمهم للمشكلة ثاني شيء لا يبدون من نقطة الصفر يبدون من حيث ما انتهى العلماء السابقين إذن لكي يحددون نقطة البداية لا يهدر الوقت في أشياء تم ماذا؟ اكتشافها إذا تغيرت ثلاث عوامل في وقت واحد في تجربة ما فماذا يحدث لدقة وصحة النتائج المستخلصة؟ ما هو برأيكم إحنا حلين رائعين؟ ما الذي يحدث؟ لا تصبح دقة ولا تصبح المعلومات ماذا صحيحة؟ ولا تصبح المعلومات ماذا صحيحة؟ وتصبح النتائج مشكوك ماذا؟ بصحتها خلينا نكمل استعم بالتجربة التالية للإجابة هذه العين الضابطة وقلنا هذه التجربة كان الفرضية عندنا ماذا؟ فرضية ما هي أثر مضادين حيويين في نمو البكتيريا وضعنا هنا مضاد ألف ووضعنا مضاد باء وهنا البكتيريا في الثلاث أواني نمت البكتيريا في ألف طبعا العين الضابطة ما فيها متغير مستقل ما فيها أي مضاد نمت في ألف هذا ممكن نحصل؟ بينما في باء لم تنمو البكتيريا هذا يدل على ماذا؟ إن المضاد الحيوي الذي أثرنا عليه على البكتيريا في باء هو الأفضل والذي سوف يتم استخدامه مستقبلا من المضاد الذي موجود في ماذا؟ في ألف كيف يمكن أن تفسر كذكرناها؟ مضاد باء هو الأفضل والذي يتم ماذا استخدامه لنعطاني نتائج أنه قتل ماذا؟ قتل البكتيريا طبعا ما نكتفي لابد نكرر التجارب كذا مرة خلينا نشوف نستعم بالرسم أدناه للإجابة عن السؤال 25 عندي اليوم من 1 إلى 10 أيام إنبات البذور كانت عندي بذرة أريد إنباتها قام فريق من الطلاب بقياس عدد بذور الفجل التي تنبت خلال 10 أيام وفي هذا النشاط تم إنبات المجموعة الضابطة في درجة حرارة 20 المجموعة الضابطة هي باللون الأزرق في درجة حرارة 20 والمجموعة التجريبية في درجة حرارة كم؟ ما مقدار الزيادة طبعا عدد البذور التي أنبتت إذن هنا المطلوب إيجاد العلاقة بين النمو النبات وبين درجة حرارة أخذ عندي معينات تجريبية ورفع عليها درجة الحرارة وشاف هل النبتة خلال 10 أيام بذورها نمت بارتفاع درجة الحرارة ولا لا؟ بينما وضع عينة ضابطة ما أثر عليها خل نفس درجة الحرارة ثابت 25 وخلال 10 أيام وشاف وأقارن كانت عندي اللي باللون الأزرق مجموعة ضابطة واللي باللون الأصفر هي مجموعة تجريبية خلينا نشوف ما مقدار الزيادة في إنبات بذور المجموعة التجريبية طبعا هي لو لاحظنا البذور النبتة التجريبية تغيرت خلينا نشوف ما مقدار الزيادة في إنبات بذور المجموعة التجريبية عن بذور المجموعة الضابطة في اليوم الخامس خلينا نجي نروح لليوم الخامس هذا اليوم الخامس نسوي عامود شايفين خلينا نقرأ المجموعة التجربية كم عدد البذور التي أنبتت في المجموعة الضابطة عشرين إذن الضابطة كانت كم عندي عشرين عدد البذور طيب خلينا نشوف المجموعة التجربية كم عدد البذور خلينا هنا نوقف هذه واحد وهذه اثنين هذه المجموعة التجربية تجريبي كم كان عندي أربعين إذن ما مقدار الزيادة الزيادة 40 هذا الزيادة 40 ناقص 20 كان عندي 20 بذرة إذن ما مقدار الزيادة المجموعة التجريبية بارتفاع درجة حرارتها 25 زاد عدد البذور التي نمت عن المجموعة الضابطة ب20 ماذا؟ ب20 بذرة إذن زاد عندي ب20 ماذا؟ ب20 بذرة خلينا أيضا كذلك نشاهد هنا عند النظام العالمي لوحدات القياس جمعت عينة من ماء بركة لتفحصها في المختبر ووضعت العينة في وعاء سعته لتر واحد فكانت بمقدار نصف الوعاء أنت قمت بعمل ماذا؟ جمع عينة من الماء من بركة عينة بركة لتفحصها خلينا نشوف عندنا كان عند اللتر اللتر كم في ملي لتر؟ في ألف ملي لتر هذا اللتر أنت حصلت على مقدار النصف أنت حصلت لما جمعت حصلت مقدار نصف اللتر نصف اللتر يعني كم؟ أقسم هذا على اثنين يعني سيعطينا 500 ملي لتر إذن لأن اللتر ألف أنت حصلت على نصف اللتر ونصف اللتر هو بالملي هو تقريبا كم؟ 500 ملي هذا إحنا أجرينا هذا وكلنا عندنا مرض وعدد الأفراد المصابين حديثين الولادة 37 من عمر 6 10-20 11-15-2 16 سنة العشرين واحد فوق العشرين لم يصل لهم أو لم يصبحوا ضحايا لهذا المرض هذا المرض وهذا ضحايا طبعا أنت ممكن تسوي بالرسوم البيانية خلينا نشوف أي فئة عمرية لا تصاب بهذا المرض طبعا الفئة مين؟ اللي هي فوق مين؟ فوق عشرين سنة لكن المصابين الأكثر بهذا المرض هم من فئة ماذا؟ حديثي الولادة خلينا نشوف هنا عندنا طبيعة العلم ملاحظة هنا عندي علاقة بين سكر دوبان السكر اللي هو السكر مذاب والماء مذيب دوبان السكر وارتفاع درجة الحرارة هل ارتفاع درجة الحرارة يزيد من دوبان السكر أم لا؟ عندي كتلة الماء ثابتة عندي كتلة السكر ثابتة عندي درجات الحرارة مختلفة وعندي الدوبان شوفوا معايا ألف باجيم دال ثلاث كؤوس درجات مختلفة كمية الماء والسكر ثابتة لكن اختلفت درجة الحرارة اختلفت سرعة الذوبان كم ثانية تزيد سرعة الذوبان في الكأس جيم عن با خلينا نشوف جيم وبا هنا 21 وهنا كم 28 كم عندي نطرح 28 ناقص 21 كم هيزيد سرعة ذوبان بسبع ثواني معتمدا على البيانات في الجدول ما المتغير الذي تم استقصائه اللي بحثنا المتغير اللي غيرنا ايش هو عبارة عن ايش تأثير ماذا درجة الحرارة على ذوبان السكر اذا درجة ماذا درجة الحرارة ما الفرضية التي يمكن اختبارها من هذه البيانات يذوب السكر يذوب السكر عندما يكون في كمية اكبر في كمية اكبر من الماء يذوب ببطء يذوب السكر في الماء ولا يذوب اكثر عندما ترتفع درجة الحرارة هذا هو اذا هذا اللي عندي يذوب اكثر عندما يكون الماء أكثر دفئ طبعا كده نكون خلصنا من مراجعتنا ادفع نفسك الأمام كل يوم ليس المهم أن تتقدم بسرعة لكن المهم أن تتقدم في الاتجاه الصحيح أشكر لكم عزيزي الطلاب حسن متابعتكم ومعي في الدروس القادمة شكرا لكم